للمرة الثانية خلال ثلاثة ايام يعقد وزراء الخارجية في دول الاتحاد الاوروبي اليوم اجتماعا افتراضيا لتعزيز الدعم العسكري للقوات الاوكرانية في مواجهة الغزو الروسي اقل مسؤول الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل انه سيقترح رزمة من اجراءات المساعدة العاجلة للقوات المسلحة الاوكرانية بهدف دعمها في معركتها من جانبه اعلن رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل ان الاتحاد الاوروبي سيعمل على تسهيل عملية ايصال المساعدات العسكرية الى اوكرانيا